الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فسؤال سألني له بعض الأخوة من بعض الدول الإسكندنافية عن مواعيد الإفطار في شهر رمضان وأنه في بعض الدول عندهم نهار رمضان بيكون 22 ساعة أو 21 ساعة أو 20 ساعة إلى غير ذلك وفي بعض الدول الشمش ما بتغيب فيها في شهور طويلة من السنة ما تغيب الشمس أبدا طيب الجواب على هذا السؤال أولا في الدول التي تغيب فيها الشمس حتى لو كان النهار فيها طويل 20 ساعة أو 22 ساعة فالإفطار يكون مع مغيب الشمس حتى لو غابت الشمس بعد 20 ساعة أو 21 أو غيره والدليل على هذا قول الله تعالى من القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ففي الآية دي ربنا حدد بداية الصيام في اليوم بيبدأ من بتين ونهاية الصيام بنتين من بتين فبيبدأ الصيام من بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني من طلوع الفجر يبدأ الصيام وينتي الصيام عند غرب الشمس لأنه ربنا قال ثم أتم الصيام إلى الليل ودى نهاية الصيام في اليوم فأي دولة يغيفها الشمس لازم يصوم بداية الصيام مع طلوع الفجر الصادق يعني من الصباح إلى غروب الشمس حتى لو غربت الشمش بعد 21 ساعة لأن ربنا قال كذا ثم أتم الصيام إلى الليل والقرآن واضح والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصايم فإفطار الصايم يكون مع شنو مع إقبال الليل وإدبار النهار يعني مع مغيب الشمس وأي زول يفتيكم غير الفتوة دي يقول إنه زي المغامسي وواحد يسمى عمر عبد الكافي دال من أهل البدع يا أخي يعرفوا للدين شنو ذاته تأيزوا البكاليك بدموع ماناته عالم ولا يعرف دين دال من أهل البدع أعطاه لكلهم فقال لهم أفطر صوموا ما عارف وأفطروا مع السعودية وبالناس بيقولوا يفطروا والشمش لسه فوق في تلك الدول الإسكندنافية أي زول يفعل ذلك سياموا باطل باطل عديد لأنه ربنا قالوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليبتين إلى الليل ده بالنسبة للدول الشمش فيها بتغيب حتى لو طال النهار لازم يفطروا مع غيبة الشمس ودي فتوى العلامة الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وفتوى العلماء مما غامسي ومما غامسي ذلك سجمانين كلهم أما الدول التي لا يغيب فيها الشمس في شهور أو في مدة طويلة من السنة وقع فيها رمضان بقى في رمضان ما فيما غيب شمش أصلا العلامة الألباني رحمه الله قال فاقدروا له قدره وقاس هذه المسألة بحديث قصة الدجال إنه يلبس في الأرض أربعين يوم يوم كسنة ويوم كشهر إلى آخره فقال الصحابة هذا اليوم يا رسول الله الذي كسنة كيف نصلي أو أتكفين فيه صلاة يوم قال اقدروا له قدره فهنا قياسا على تلك المسألة إذا ما عندهم شمش بيضغيب أصلا دا ليقدروا لليوم قدروا استعانة بالدول القريبة منهم المجاورة مش بدولة بعيدة يقول لك نشب بالسعودية أو بكذا دي ما مجاورة لهم بالدول القريبة منهم اللي في نفسه شنون يعني توقيتها قريب ويكون فيها شمش بيغيب يعني يقدروا تقدير مغيب الشمس بمغيب الشمس بالدولة المجاورة أو الدولة المجاورة تماما لهم هذا هو الصواب في المسألة والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعليه صعب وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان